كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من إجمالية حجم الاستثمارات القلية وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الحرارية لكنها من أكثر الدول تأثرا بتداعيتها أنا عايز أقول أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-2025 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمالي الاستثمارات مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة قوي في الانبعاثات يعني إحنا 6 من 10% من إجمال الانبعاثات الحرارية العالمية مصر يعني تعد من أكثر الدول تعرضا للأثار الناجمة عن تغير المنطقة مستمر